وكعالم نعيش معاً على كوكبنا الأرضي هذا قد أحملنا كثيراً مسألة المحافظة على البيئة وموارد الطبيعة بغايات التنسيق الجماعي بل ذهبنا في اتجاه المعاكس في تسابق عجيب بحثاً عن الرفاهية والتقدم الصناعي دون مراعاة للتوازن المفترض بين التنمية والبيئة ودون احتساب للآثار الوخيمة لهذا التقدم الصناعي على غلافنا الجوي وطبقات الأوزوم ومياه الأنهار والبحار وانقراض الحياة والغابات والتلوث وتلوث التربة الخصبة وإذا ما استمر الحال على هذا النحو فإن البشرية قد تشهد نوعاً من الانتحار الجماعي لا سمح الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة